قبل الفاصل كان معنا سؤال من رحاب كانت بتقول ازاي انتظم في الصلاة في موعدها في المسجد لان هي ما بتقدرش تصلي في المسجد باعتبار ده عمل من الاعمال التي تعادل ثواب الحج تعمل دي احنا عايزين نؤكد بس ان احنا ما بنقولش ان النساء مخاطبين بالصلاة في المساجد يعني المخاطب بالصلاة جماعة وفي المسجد مثلا هم الرجال طيب احنا بنقول لو هي حابة ان هي تخرج الى المسجد فاحنا نأذن لها في الخروج الى المسجد نعم بنأذن لها في الخروج الى المسجد طيب هي دلوقتي بتتكلم على ان انا مش هطلع المسجد فانا هصلي في البيت لان انا اصلا عندي امر معين او مش هخرج للصلاة في المسجد هل دا يعادل هل يحقق هذا الاجر مدام انا تطهرت في بيتي واقبلت على الصلاة على قول شراح الحديث ان اللي يعني يخرج متطهر ويؤدي هذه الفريضة يعادل ثواب الحج هي بتأخذ ثواب الحج نعم حتى وان كانت قاعدة في بيتها بتصلي هذه الفريضة حتى وان كانت قاعدة في بيتها بتصلي هذه الفريضة يكفي ان هي متعلقة بالصلاة وان هي بتنتظر الصلاة وان هي تؤدي هذه الفريضة وهي موجودة في البيت نعم لكن الخروج الى المسجد ان كانت عايزة تخرج الى المسجد نأذن لها في الخروج لو هتصلي في البيت طبعا صلاة متحققة في البيت لان النساء مش مخاطبين بصلاة الجماعة نعم